حقيقة انا مكنتش متخيل ان ممكن في يوم الايام وان انا اجي اعمل سفارة في الصحراء يعني بصراحة التجربة مسيرة جدا لأ يعني بجد بجد لازم تجربوها ويعني انا الواحد مش متخيل بصراحة ان تشوف المناظر وتشوفوها دي بلاظر مغيفة جدا بس كل ده وانت موجود جوه العربية كمان انا مش متخيل بصراحة يعني ان ممكن ان العربية بتطلع الحتة دي جدا مش هتتقلب بالطبيعي انى تتقلب لكن لأ ما بتتقلبش دلوقتي هنبدأ السفارة وهنبدأ الحركات هركزوا عشان فوقت تلقوني اتقلبت كمان شوية اصلي حاجة يعني ممكن راسي فوق وراسي رجلي فوق وراسي تحت كده والله هتشوف بعنيك الخيال والله هتشوف بعنيك الخيال ايه ايه السحر ده ايوا هو اللي انتوا بتشوفوه فوق ده انا موجود فيه ايوا انتوا شايفيني من فوق دلوقتي وشايفيني بالطيارة شركة منظمة الرحلة دي عندها مسوئين مجانين يعني مهم جدا تختار السواء المجنون اللي انت هتطلع معا فشركة دي منظمة الرحلة عندها شوية سوئين مجانين بسور يا حاجة امير لمواخزة مش افز انت يعني بس السوئين التانين اللي زيك المجانين يعني في ناس مجانين كده والله العظيب يعني لا لا يعني في واحد اسمه خالد والله الكبير في السنة بس عايز اقول لكم ايه اقسم بالله عمل لي رعب عمر من ساب دلوقتي هيا اعمل حاجة يا اللا اغوي يا شبه الطالعين اعملها كده قاملك كده اعملها كده ترجع اعاراب ترجع يا 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 حاج امير يا عبوي طبعا كمان يعني ممكن وانت في السفاري فتروح واخد بجي زي دي كده تعمل بقى السفاري بنفسك انت بايور هاند وتطلع الجبل وتنزل وتطلع التل وتنزل اللي ممكن تتحط في برنامج الرحلة بتاع عربية نايتس وانت بتعمل البرنامج وانت بترتب معهم البرنامج اعتقد متعة ماينفعش ان انت تسيبها خالص طبعا من اجمل اللحظات اللي ممكن انت تمر بيها وانت بتعمل السفاري هنا في دبي طبعا اللحظة المبهرة اللي حركوا شاكينها دي اللي هي لحظة السنسيت او غروب الشمس المنظر انا ممكنش بصراحة ولا انا ممكنش اتخيل ان انا هقف ازوف المنظر ده السفاري رغم المسلا وقته مش كبير قوي لكن الفقرات اللي جواه فقرات كل دقيقة بتلاقي نفسك بتستمتع بيها كل دقيقة اللي نفسك بتستمتع بيها طبعا بصوا يعني اللي قعدة دي لوحدها كده لا دي برضو انا بعتبرها احد فقرات السفاري ابو شلطان انا كنت عندك في الشركة وانا شفت بعناي دول الريتنج بتاع تريب ادفايزر اللي هو الابليكيشن بتاع السياحة والحجوزات ان انت فيه اكتر من خمس سنين واخد الريت بتاعك اربعة فاصل خمسة يعني اربعة ونص من خمسة انا معانا من سنة 2012 كلينا اخدها الاربة ونص من 2012 يعني بقى لك تمن سنين اللين 2020 وصلنا الاربة ونص ان شاء الله ان شاء الله هنكمل في السنة 2021 ونجيب الى حمسة يعني انت ابو سلطان شغال في مجال السياحة ده من 1988 يعني تقريبا بنتكلم في 32 سنة تقريبا 32 سنة هو طبعا يعني اما يكون حد شغال في مجال الرحلات والسفاري والسياحة 32 سنة فابتلقائي من الطبيعي جدا انه ما شاء الله اخر سبع سنين ياخد الريت على تريب ادفايزر اربعة فاصل خمسة من خمسة يعني اربعة ونص من خمسة تقريبا ان شاء الله نكمل ان شاء الله ربنا وفعك وتحسك خمسة من خمسة ان شاء الله بإذن الله انا بصلاحة والله انا سعيد جدا انا بشكر ارابيا النايتس للسياحة هنا في دبي على تنظيم رحلة السفاري لهيسم في دبي طبعا بعد ما خلصنا فقرة السفاري اللي انتهت بغروب الشمس على طول بالباصبي او الكروزة بتروح واخدانا على المخيم او الكامب عشان نكمل الفقرة الليلية الفقرة الليلية فكرة ممتعة اوي عشان بيكون في حوالي ثلاث فقرات تقريبا فقرات جنائية زي الفاير شو وزي التنورة وبيكون في حفل عشا اوبين بوفيه يلا بينا نخش الكامب اول حاجة تعملها اول ما تخش المخيم او الكامب ان انت تشرب قهوة عربي مع التمر اللي مش هتنسوه بعد ما تغدرو السفاري موسيقى دلوقتي هنجي للفقرة الحلوة اللي كوننا بنحبها يا فقرة العشا والأوبين بوفيه زي ما شايفين كتير من انواع السلطات طبعا فيه سلة الباسكت اللي فيها الجبز العربي وطبعا جميع انواع السلطات السلطة العربية والدريج سلاط والحمص الشام والبابا غنوج وطبعا ثم نخش طبعا للأوبين بوفيه عندنا طبعا رز عربي ورز بسمتي وعندنا خضار وعندنا ما شاء الله لحوم وعندنا مكارونا طبعا فيه كتير من انواع المشاوي عندنا فراخ عندنا شيش تووك عندنا كفتة عندنا كباب بصراحة مجموعة كبيرة وجميلة تشكيلة من المشويات الفرش كلها اشتركوا في القناة موسيقى وبكده نأتي في نهاية فقرات اليوم السفاري الجميل اللي عرضت لحضراتكم فقراته يا رب دايما تستمتعوا به انا بقدم شكر مرة تانية للشركة المنظمة شركة أرابيا النايس للسياحة هنا في دبي اللي هتلاقوا بياناتها وبيانات التواصل معها موجودة على الفيديو او حتى من خلال مواقع الحجز زي ادفايزر والمواقع الاخرى يا رب دايما تكونوا بخير واستمتعتم تبعوني على جميع منصات التواصل اجتماعي فيسبوك يوتيوب نستجرام سرشات تويتر كله تحت اسم هيسم في الصين بالعربية او هيسم انشاينا بالانجليزية اراكم في كل ما هو جديد والى اللقاء اشتركوا في القناة